اهلا بك في قناة عالم الكوكتيل وتور الزينة الفيديو ده انا بعتبره من اهم الفيديوهات اللي موجودة على القناة ولا تقل اي اهمية عن اي فيديو تعليم عملنا او اي موضوع اتكلمنا فيه وده من الفيديوهات اللي انا برجوكم انتوا تعملوا شيره على اكبر قدر عشان التوعية توصل للناس موضوعنا النهاردة عن الفخ اللي بينصبه بعض النصابين للمبتدئين في هواة طيور الزينة فيه ناس بتبقى مش فاهمة تشتري ازاي او العصفور السليم من المريض وبتشتري بطيبة كده يعني هي مش عارفة وبتشتري وخلاص مفيش حاجة اسمها كده لما تجد اخد طير لازم تقلف في الطير وتبص فيه من واشمال وتتأكد ان الطير يكون كويس ويكون سليم فحص طير شئ اساسي اتكلمنا عنه هنا في القناة وقلنا ازاي تشتري عصفور وازاي تتعامل مع العصفور الجديد كل حاجة اتكلمنا عنها بالتفصيل اهم شئ تركز عليه انك تشتري عصفور يكون سليم ملوش اي لازمة انك تشتري عصفور يكون مارد من البداية ده رقم واحد رقم اتنين فيه ناس بيبقى نفسها تخش جوا زروت او جوا الناس اللي هي يعني ظلل مع مععة بتاعت التربية والناس ويبقى نفسهم يبقى عندهم طيور وبتنتج وبتفرخ فيه اللي بيبقى داخل يعني او المجال طيور الزينة بيبقى ناس داخلها للسببين السبب الاولاني ان هي شغوفة بطيور الزينة وحبها وبتربي المزاجها والسبب التاني رغبة في ان هي يكون عندها ربح وتزود بيه داخلها او يبقى دوت مشروع قائم هي شغلة عليه سواء ازا كنت من النوعية دي او من النوعية دي ده ما يعني ده ما يدلكش الحق انك تكون مش حريص لازم تكون حريص مع اي حد بتتعامل معه وتبقى عارف مين الشخص ده ازاي بتتحرك وبتدفع فلوس لواحد وانت ما تعرفوش لازم شخصية يكون مشهود لها بالامانة عشان تعرف تتعامل معه انا على سبيل المثالة ما حد بيكلمني يطلب من طير اه والله عندك طير طب ماشي تعاش الرف نتفرج عليه اه لا مش هعرف ايه لك طب خلاص بقى مصور له الطير فيديو بقول له خلاص ابعتلي المقابل بتاع الفلوس على البريد او على اي وصيلة من وسائل الادع او فدافون كاش او على اتصالات كاش اي حاجة اي ان كانت وبيبداعط لي المبلغ خامل وبعدين ببعط له الطير انا عشان يعني يعني ندر خميس معروف لكم ان هو عامل قناة بتاع يوتيوب ومعروف مكانه وفي الفيديوهات دايما بيقعد يقول انا مكاني في البيت الفلاني تعالوا شرفوني تعالوا مش عارف ايه فانا بالنسبة لك مصدر ثقة مش معنى كده ان انا مصدر ثقة ان كل الناس مصدر ثقة انا ليه بتكلم الكلام دوت او يعني انا مش عامل فيديو دوت ليه انا عامله فيديو لا ليك انت عشان تاخد بالك لاني في واحد تتنصب عليه للاسف بص كده على الصورة اللي بعت هلك ديت ده واحد صديق كان يطالب مني يشتري مني زوج من طيور كوكتيل البينو فاتفقت معاه على السعر وتمام الموضوع اضنه رجع بعدها قال لي طب عاوز كمان زوج قلت له خلاص حضر من عناية كده انت عاوز جوزين جوز كبير شغال وجوز شبابات طيب الحساب بتاعنا قد كده قال لي خلاص ماشي هيبعت لك الفلوس على البريد او اعملو لك على فودافون كاش قلت له خلاص ماشي فهو اتاخر عني يوم ما كلمنيش استنته تاني يوم ان هو يعني يكلمني او يرد علي مردش هو اللي ان انا هتصل بك كمان شوية ما اتصلش تاني يوم اه المفروض يعمل اداءة ما اعملش اتصلت بيه مردش فانا خلاص باعت زوج منه اتبقى الزوج الصغير فهو عشان نفسه بقى يعني يشغل في الهواية اه لا انا عاوز الحق بسرعة اشتري طب انا هروح اشتري ايه زوج تاني فلاقى واحد على النت عامل عرض على اولكس تقريبا او على الفيسبوك اه ومنزل عرض بزوج كوكتيل اخدوا بالكم بقى من الموضوع زوج كوكتيل كبير شغال ومعها اربع زغليل تمام يعني عارفين كده السعر كام زوج كبير شغال بنتكلم فرنجي من الفين لالفين وخمسمائة طب قلنا مسلا ان هو شغال ومعها زغليل يعني كده مضمون يبقى هنقول الفين وخمسمائة الفين وخمسمائة ومعها اربع زغليل اقل واجب هيتعامل في حاجة زي كده اللي ازغلو هيتحسب مثلا على كيام على خمسمائة جنيه مثلا خمسمائة فاربعة يبقى كده الفين جنيه يبقى الزوج باربعة تلاف وخمسمائة جنيه بحزبة بسيطة خلينا نعمل لقول اللي الراجل دوات عامل واجب مع اللي بيشتري وهيعرض الطير عشان خطر ظروف الدواعي السفر هيديعرضه باربعة تلاف جنيه بس جميل لا هو عامل العرض بألفين ميتين وخمسين جنيه طب انت اللي بتشتري ما تخدش بالك ازاي من حاجة زي كده ده فخ خد بالك لما تلاقي واحد ع عامل عرض سعر غير طبيعي عشان يجذب الناس دفخ قصات كل نصاب محترف هاوي في سن الطمعة مش هقول طمعة سن الطمعة هو نفسه ياخد حاجة جميلة قوي وبسعر يكون حلو بس هتجيب ازاي السعر الحلوة قوي يبقى رخيص يعني تقريبا كده هنبتتكلم في نص التمن ازاي انت تصدق حاجة زي كده اللي حصل ان الهاوي دوت صديق ليه هو من اسكندرية من الاصدقاء اللي شرفوني على القناة وبيتعاملوا معي اه عشان بقى يتعاملوا عاوض الزوج اللي ماخدوش مني ام رايح جاري ام ايه بعت للراجل دوت فلوس قال له طب انا عاوض بس حاجة دبوزت عشان ايه ااكد الحجز بتاعك وبعت لك الطير فبعت له امتين وخمسين جنيه على على الحساب بتاعه في فودافون كاش فبعدها بيكلم الراجل طب انا جي لك بقى ان شاء الله سلم منك الحاجة بكرة الراجل ده في اسكندرية اللي هو اللي هو اللي بيشتري والبيع في القاهرة قال له خلاص انا ما كاني فيش عرف في في اكتوبر فلو عاوض تجيب اتشرفني تعال فت ثاني يوم بيكلم وقول له خلاص انا هركب وجيلك قال له لا ما تركبش وهو تيجي انا النهاردة نزل الاسكندرية على الساعة سبت عشان ايه عشان ينيمه يهبطه قال له خلاص ماشي اما رجع تسكرة القطر بعد ما كان اشتراها وقعد قال الحمد لله طر هيجيلي لحد عندي وقعد مستني طبعا الراجل دوت هو هو بيكلمني بيقولي الحمد لله والله يا بشمهندس ربنا رضاني وجبت الجوز وبتاع قال له جبت الجوز من مين قال لي من واحد والله في القاهرة طب انت عارفه لا ما عرفوش طب انت ط قمنت له ازاي قال لي من عملت له دبوزة والراجل شكله محترم بصوا كده الصورة الصورة اللي قدامك دي ده صورة الراجل المحترم الامين الخير اللي هو اتعامل معاه طبعا دي مش صورته انا انا حضط الصورة بس ديت عشان خطر تشوفه الناس او النصاب بيفكر ازاي انا عاوزك تفهم ده اهم شيء عندي في الفيديو ده افهم النصاب بيعمل ايه حط الصورة الجميلة ديت عنده على البروفيل عشان الناس اللي تشوفه تطمن له اه انت عاوز رقم خط بلا رقم اتنين وتل ما دي ارقام النصب اللي هو مستخدمها في النصب فبيكلمني فقلت لها الراجل ده انا مش متطمن له والكلام ما يدلش على خير قال لي طب انت رايك ايه قلت لها انا شايفه ان هو نصبه انت تنصب عليك قال لي بجد قلت لها طبعا الموضوع ده قديم وتعامل في تلاتين ارابعين واحد غيرك قبل كده انت اه ومن كتر ما بقى قديم انا يعني كنت هتكلم عليه في القناة بس يعني يعني ما عمتش بتكلم لان خلاص الناس اكيد قلت ان الناس فيهمت حاجات كده قال لي لا يا بانا اخر بقى الناس اللي ما اخدتش بالها من الموضوع ده وتعاملت فيه اراجعني باش مهندس نقدر نزل الفيديو بحاجة زي كده لان انت يعني بتفيدنا وبتعم يا عم عادي انا كده كده في دماغي انا هنزله بس الوحي كمسحوم وبالفعل انا سجلت الفيديو ده يعني بلوعنا على طلبه وانا اجلت الفيديوها تانية كده كنت اعملها عن التربية والرعاية يعني عشان اللي يومون دول اصلا خاصين بالرعاية والتربية والموسم الانتاج فده كان اولى حاجة نعملها بس الم الموضوع الناصب ده ما يفعش ان حد يسكت عليه ما يفعش ان بتبقى شايف حد قدام عينك كده بيتسرق وبيتسحب منه كده قطي يومه وانت تبقى عايز ساكت يبقى انت ازا عايش ليه ده حاجة حاجة تانية نكمل بقى نكمل بقى الموضوع بتاعنا احسن فقال له طب خلاص هاجي لك النهاردة وبتاع طبعا ملتزمش بالكلام فهو قال لي ما تنزلش الفيديو بشوانس لما يكون الرجل ده نكون التمنى ان هو فعلا ممكن يكون لعله يكون سادة قلت له بسي كلمة التليفون اتصلت به والله انا جبت رقم تليفونك من اكاونتي بتاعي تاني كنت مرسلك به لانه مش حطت الرقم في العرض بتاعه وعاوز اشتري منك جوز يكون كوكتيل القلبين وشغال قال لي والله اصل الراجل لان هبعط له الطير هيبعط له النهاردة عربون للفلوس فلو ما بعتش العربون مش هديله حاجة خدت بالكم عربون تاني اما ده واحد دي هو تلقيب ينصب على الحد طب هو الراجل اللي مكانه فين اللي انت هتشتري منه انا ممكن يجيلك خده منك دلوقتي قال لي لا اصل ما ينفعش ان انا بيع بيع وواحد متكلم معي فيها وده ما يرضيش ربنا ولا يرضي الرسول احنا مسلمين ما ينفعش نعمل حاجة زي كده ما لهاش دعوة مسلم ولا مسيحي انت نصاب انت حرامي انت اي ان كان ديانتك ايه انت نصاب ما لهاش علاقة ما حدش ياخد ايه ويتغرب المنظر والزيبيب اللي في بتاعة الصلاة والكلام ده يقول ده راجل المحترم انسى الكلام ده الصرق اصلا انتو شفتها دي ممكن ما يكونش صورته دي ممكن يكون صورة حد تاني اصلا هو عاملها اما قال لي خلاص هبعت لك الطر النهاردة بازن الله مع عربية ايه بس انت ممكن بس ايه انا هشوف الاول الرجل وبعدين هرد عليك لو هو ما استدقش معي على العيشة انا هستنى هو مفروض معادي مع المغرب لو ما استدقش لحد العيشة هكلمك واقول لك على الطر بازن الله والطر خلاص مفيش مشكلة طبعا هو كان المفروض انا مكنت مكلمه الساعة 2 العصرية المفروض الساعة 2 دي اصلا يكون هو بيركب ورايح اسكندرية على التزامه مع الرجل لانه اقل الرجل ان الساعة 6 الطر يكون عندك في اسكندرية ط طبعا الكلام ده ما تمش على العيشة لقيت الراجل النصاب الحرامي ده بيتصل بيا بيقول لي ده الراجل ما استدقشي وطلع بصراحة طلع عيل كلمته بقى دية تعرف انت يعني يعرف اللي هو ايه يعني اتصل دية تلفونية انا ما كنت تسجلت رقمه اصلا يعني الموضوع كان بالنسبة لي حاجة انا قلت ممكن يزدق لعله صادق لقيته بيكلمني عن الرقم وانا كنت تسجلته فبيقول لي ده الراجل ما طلعش سيد الاسف وانا ان شاء الله بعط لك الزوج انت مكانك فين قلت له ما كان في المنص الصورة قال لي خلاص ان شاء الله بعط لك الزوج بازن الله بعدها قال ليتوا بعط لي على الواتساب صورة للفيديو صورة للطير وصورة للزغليل وفيديو وده الزوجه ان شاء الله وربنا يبرك لك انا متأكد مية في المية ان ده مش الزوج بتاعه هو تلاقي واحد عرف ان في ناس اسمهم هو الطيور الزينة وحبي يعمل سبوبة او يعمل نصباية على طيور الزينة ولكن هو جاء مع حد الاسف يفهم المشكلة بقى ان هو لما جاي بيسألني بيقول لي هو انت اسمك ايه انا كنت كان في دماغي بقى ان انا ايه مش عايف كذا كذا اه انت منين انا من طنطا او انا من طنطا اول ما قال لي انت اسمك ايه قلت له اسم نادر خميس طيب انت منين قلت له من منصورة انا اتكلمت عادي اصلي انا انا كنادر خميس في ناس كتير عارفاني فيه ما شاء الله انتم ما شاء الله كل يوم التاني فيه وفارع عمالها معي في القناة من قورني فكده كده هيشوفني وكده هيعرفني يوم الايام بس كفايا انت تكون عرفته وفضحته قدام نفسه اللي هو انت نصاب وممكن اي حد يعني بشيلين كده يشت يستغلك ويمرجحك يمين واشمال فالنصاب ما هواش حد هلامي بس هو ايه بيستغل اه سنة الطمع اللي عند الهاو الجديد ان هو نفسه ياخد حاجة تكون جميلة قوي وبسعر رخيص فاخد بالك عشان ما تقعش في الموقف ده انا اسف طولت عليكم بس ده كان موضوع ما يفعش ان انا ما نزلوش اه خد بالك مش اي حد التعامل معاه لازم يكون فيه ثقة بينك وبين اللي انت بتتعامل معاه اه انت بتشري من حد ما تعرفوش شوف عنده في المسلا وليكم في الفيسبوك شوف حد كده يكون عارف شوف اصدقاؤه مين كلم اي حد من اصدقاؤه ولا هتعرف فلاني الفلاني اه اعرفه خلاص توقل على الله لكن ما واحد مش معروف مش عامل اكونت راح يعمل عرضة على اولكس طب ليه اولكس طب من الفيسبوك مليان عروض على صفر بالهبل فبيبقى فيه سنة رايب في الموضوع مش بقول ان بتوع اولكس كلهم نصابين لا بتوع اولكس ناس كويسين وبيعملوا عروض بيع اوكي بس انا بتكلم على ان واحد نصاب محترف نظم المومي لما اكلمني بيقول لي يعني باعت لي الرسالة برضو بتكملتها باعمل بالفيديو فمش حايف اقول لكم المسج هواسمعكم الصوت بتاعه بيقول لي ابعت لي دبوزة وبعت لي حاجة عشان بس تجدي الحجز اسمعوا كو ده الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بامر الله بلغ حضرتك بعد صلاة العشة بامر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك عز نادر والله را تكلمني بعد العشة قال لي الشبكة واقع عندنا والشبكة واقع عندنا وكلام كله كد يعني فهو كده يعتبر منفس يعني انا استنيته على العسب ما هو وعدني وهو منفس شوف حضرتك بقى بامر الله وعيزهم بلغني بامر الله انا جاي اسكندرية الجمعة بعد المغرب بامر الله رب العمي لو حضرتك عايزهم اكيد هتبعت لي عربون حاجز عليهم على فطفون كاش بامر الله تمام زي ما انتم اسمعتوا كده الصوت بتاعه فبيعاوز ايه هو هو هدفه ان يلم منك فلوس ومن ده فلوس ومن ده فلوس عربون من ده ومن ده ومن ده بس في النهاية هيروح في من ربنا ربنا اهد النفوس خد بالك الموضوع حبيت انواه عنه بعتزل لو طولت عليك خد بالك للرجاع الاخير واتمنى ان انت ما توقفش الفيديو عندك خلي الفيديو طالما انت وصلت كده للنهاية اعمل شير مش تخسر حاجة لعل غيرك يكون هيقع في مطب زي ده وتكون انت ساعدته وحميته من ان هو يكون ضحية ن الصاب مع ضمير زي الاخ دوت وربنا يسرها لنا جميعا اسبكم على خير السلام عليكم